اعقد مجلس الشورى جلسته الاعطيادية صباح اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس المجلس ناقش ثلاثة مراسيم بقوانين تتعلق بالمحاكم الشرعية وقانون التمييز وقانون السلطة القضائية حازت تقارير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على نصيب الأسد من نقاشات الشوريين في جلستهم الأسبوعية فقد وافق المجلس على ثلاث مراسيم بقوانين تتعلق بالمحاكم الشرعية وقانون التمييز وقانون السلطة القضائية الحكومة لما قدمت هذه المراسيم كان الهدف منها تقديم أفضل خدمات على الصعيد القضائي مع توفير الضمانات اللازمة لذلك طرحة العديد من النقاط سوف تكون أيضا محل تقدير من قبل السلطة التنفيذية أريد أن أؤكد عليه أننا كسلطة تنفيذية حارصين كل الحرص بتوجهات من القيادة الحكيمة على التعاون مع السلطة التشريعية لما في خير وصالح مملكة البحرين ترتبط الثلاث مراسيم بقوانين ببعضها إذ تطرح تغييرا جوهريا يتمثل في إحداث نقلة نوعية في مجال التقاضي الشرعي إضافة إلى بلورة بعض الأمور المتعلقة بعمل سلطة القضائية طبعا مثل هذه المراسيم بلا شك أنها تعنى بالدرجة الأولى بالأسرة البحرينية وكذلك بالأسر المتقاضين كافة أمام القضاء البحريني الشرعي أخذت في مسألة شمول الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية الاستئنافية في مسألة خضوحها للطعن أمام محاكم التمييز فيما يتعلق في الأمور الموضوعية فقط للأحكام الصادرة للمحاكم الشرعية السنية وفيما يتعلق في قانون الإجراءات الشرعية لكلتا المحكمتين السنية والجعفرية كما استعرضت الجلسة الاقتراحة بقانون بشأن رعاية أسر الشهداء والمقدم من العضو الدكتور عبد العزيز العجمان لإختار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين